من استخدام التكنولوجيا وتطبيقات التكنولوجيا ان انت تساهل الحياة هو ده اللي احنا كلنا مقتنعين به احنا ما كناش عندنا ده قبل كده ولا كن ممكن نعمل حاجات كتير جدا لما بدأت مصر وبدأ الرئيس يوجه ان انتوا تبدأوا تستخدموا التطبيقات التكنولوجية الجديدة وتبدأ تعمل شبكات جديدة وتبدأ تقدم خدمات والحكومة الكترونية ومش عارف ايه دراسات كتيرة منفات كتيرة بدأت تتحرك تستخدم التكنولوجيا طب انا كمواطن بقى الفايدة العيدة علي ايه فجأة اكتشفنا ان فيه خدمات تقدر تعملها وتعاد في بيتكو تخش على الكمبيوتر تخش على الموبايل تفتح صفحة تخلص حاجتك تعمل ورقة تدفع فطورة تعمل كذا وبدأت المسائل دي تتطور بدأت المسائل دي تتطور كثيرا ولكن هذا التطور مرتبط ايضا بالخدمات اللي بتقدمها الوزرات او بتحطها الوزرات او بتتحها الوزرات مين بقى اللي يشغال على الكلام ده كله ومين اللي يشغال بتناسق مع مؤسسات مختلفة بتقدم الخدمات وغيرها وزارة التخطيط المصرية ضيفي في هذه الفقرة دكتور اشرف عبدالو حفيز مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي اهلا بحضرتك اهلا يا سلام الله وانا سعيد باللي انتو بتقدموه شكرا بس انا عايزك انا حبق سؤالي ببساطة شديدة جدا انا مواطن مصري داخل اعمل حاجة على الانترنت ده علشان عندي اولا انترنت على فكرة انا قاعد في كنبان لانا ما عنديش انترنت خالص الحياة يعني بس مش مهم الوقتي ده مش القضية انما ماذا لو فعلا ما عنديش الانترنت ماذا لو ما عنديش القدرة ان انا عندي موبايل او ان انا عايز اخش على الموبايل اه الخدمة اوصل ازاي هل لسه برضو حاضرة بالمشوار للمركز واروح للمركز ويقف شهر عقاري او اتحرك اروح المحافظة خلص ورق عامل ايه يعني وطبعا اهلا صاحب حراك وبرشك حراك على هذه الاستضافة لان احنا فعلا مهم جدا نوضح للمواطنين الوسائل الدولة بتقوم بيها علشان نقدر نحل اجزاء كبيرة جده من بعض التحديات اللي بتقابلنا بالزاد في الحاجات اللي هي فيها خدمات بشكل يومي للمواطن السؤال الحاجة اشرت اليه انت رصدين الحدوطة دي اه حاولي سفك الحاجة احنا القيادة السياسية اه بتوجيه دائم ويمكن من سيادة الرئيس شخصيا انه بيتابع مش ان انا يبقى عندي قناة واحدة لتقديم الخدمة للمواطن لابد من جهود الحكومة في تعدد الخدمات اللي تسمح بيها للمواطن ان يتلقى بيها الخدمات بتاعته اه النهاردة انا عن طريق انترنت اقدر احصل على العديد من الخدمات ولكن احنا كوزارة التخطيط الحقيقة ويمكن معالي الوزيرة طلبت ووجهت انه لابد اه من توفر عديد من قنوات تقديم الخدمات فودا كان اه ملف مهم جدا وزارة التخطيط الحقيقة قامت بالفترة في حاجتين ان هي تتيح مراكز تكنولوجية تقدم نفس الخدمات للمواطن وكذلك مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم الخدمات للمواطن اه والحقيقة بتتميز الفكرة المراكز دي بحاجات كتير جدا اولا سرعة انجاز تنفيذ الخدمات للمواطن تيسير الموضوع بالنسبة للمواطن بشكل كبير ازاي؟ يعني انا النهاردة محتاج خدمة توكيل ومحتاج مع خدمة اصدار شهادة رقم قومي ومحتاج مع خدمة تجديد رخصة ملكية السيارة فانا محتاج مجموعة خدمات فانا النهاردة بدأت الوزارة في تطوير مراكز خدمات حركة تحصل على كافة الخدمات او بقات الخدمات من مكان واحد وفي زمن قياسي طب ليه في زمن قياسي؟ لان النهاردة احنا النهاردة بنوفر اكبر عدد من خدمة الاستقبال للمواطن المواطن بيقابل مكان واحد بياخد منه كل الخدمات اللي هو رايح يحصل عليها ودي اللي موجودة في كل القرى الجديدة في حياة كريمة وفي حياة اماكن كتيرة في الاحياء بقى اصبح تحت في مركز الخدمات التكنولوجية هو ده احنا الحقيقة تنوعنا في تطوير المراكز التكنولوجية فيه نوعية من المراكز التكنولوجية اللي هي تقدم خدمات المحليات على مستوى كل الاحياء والقرى النهاردة في مصر خلاص وفيه نوع جديد كمان من هسي المراكز مراكز خدمات مصر حاليا احنا بدأنا بمجموعة محافظات اسوان محافظة جنوب سيناء اسكندرية النهاردة شغالين في القاهرة انه هسي المراكز بتكون في المدن الرئيسية هو بيبقى مركز النهاردة بيقدم مجموعة خدمات في وقت واحد فيه فرق النهارج بتروح علشان تاخد خدمة من مكان وفي نفس المكان بتروح لمكان تاني تاخد خدمة تانية وتالتة لا النهارج بتقابل مكتب خدمة عملة علشان تاخد باقات خدمات كلها من مكان واحد وكلها في نفس الزمن يعني أنا نفس التوكيل بتجديد الرخصة في نفس اليوم خلصت الأربع مشاوير اللي كان ممكن نقعد فيهم شهر وفي نفس التوكيل بصراحة فواحدة كنا بنقعد فيهم شهر لا النهاردة في الأماكن دي وإحنا بنتوسع الوضع يختلف تماما بالإضافة طبعا إلى القناة الجديدة اللي هي المراكز المتنقلة والحياة المراكز المتنقلة النهاردة يعني إيه مراكز المتنقلة؟ يعني أنا النهاردة حضرتك مش قادر تروح المركز علشان تطلب الخدمة أو تعمل لا لا النهاردة حاجة بتطلب الكول سنتر الرقم المختصر بتجيلك العربية الحد عند حراك أو حاليا كمان مش شرط إنها تجيلك إحنا بنحاول ننشرها في أقرب أماكن للمواطن علشان يتلقى الخدمات إحنا النهاردة وفرنا 250 مركز تكنولوجي متنقل بتقدم ما بين خدمات الأحوال المدنية بالكامل بتقدم ما بين خدمات المرور ما بين خدمات التوفيق بالذات لها التوكلات ممكن المركز حاليا بطلبه بيروح لك البيت أو بيبقى متنقل خلينا بقى نقف علش فضل ده حاجة جميلة جدا أوكي عندنا كم مركز ثابت المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات 300 مركز تكنولوجي أي Qi وأعتقد أنها الفترة دي كمان حيبقى فيها ح wrap أكثر من 300 أها تصل لـ 320 على الأقل بالإضافة إلى فيه 3 مراكز خدمات مصر بالمواصفات الحكري عليها في أسوان واسكندرية وشرم الشيخ وجاري تطوير مركز في طمطة والجيزة والقاهرة وباقي المحافظات تباعا يعني إحنا بنهدف قبل نهاية 25 يكون كل السبع عشر محافظة فيهم من مراكز خدمات نصر اللي هي المراكز المجمعة المجمعة جميل جدا دي خلصنا منها ايه بقى احكاق 250 مركز متنقل مركز متنقل 250 مركز متنقل النهاردة طيب يعني انا كمواطن معلش مقدرتش من بيتي ادخل على الانترنت وده بيكون في مشاكل كتير احيانا او انا ما فهمش يعني انا شخصيا لو دخلت هت صورة بطاقتك حط مش عارف مين حط كذا الرقم بيبقى صعب علي اقدر انزل او روح لمركز يعمل لي الكلام ده صح مظبوط وهذه الخدمة من غير ما يكلفني زيادة هي نفس تكليف اصدار البطاقة في بيتك هي نفس تكليف في المركز ده ولا انا غلطان لا مظبوط طب لو ما قدرتش اعمل لاثنين دول حرفع سمع تليفون اقول الو يجيلي يجي لحظة هتكلفني كتير مش كتير قوي لو حسبت التكلفة هتليها مكافية للتكلفة النحاك لما تروح وتنزل وتستالك صيارتك او موصلات يعني حدفع 150-200 جنيه تبقى لنوع الخدمة وتوقيتها ومكانها بيبدأ حساب التكليف كويس واحنا برضو مع الوقت اعتقد التكليف ممكن تبقى اقل لكن يعني فكة التكلفة مش فيها فكة المغالاة هي بيبقى لها ابعاد ان انا ببقى عايز احافظ على استدامة هذا العمل ان يبقى في عائد اسمالي يقدر يخليني ان انا اصف على الملاكز دي لكن مش بالشكل المبلغ فيك بدليل استاذ استاذك في حاجة ان احنا لما بدأنا الحقيقة بالتعاون مع وزارة العدل في تقديم خدمات التوفيق ومع قيام وزارة العدل بوضع رسوم لهذه الخدمة كانت العربية في البداية بتطلب بتيجي في نفس الوقت اليوم النهاردة وصل الحال ان مع الضغط ان بدأ ان العربية بتبقى ممكن تيجي في خلال عشر ايام للمواطن يعني الضغط كان كبير جدا لدرجة ان احنا بسرعة دعمنا بعدد مضاعف بتعمل مع وزارة العدل في خدمات التوفيق وبنضاعف ان شاء الله في العدل من العربيات من العربيات لان بدأ الاقبال كبير على ده بشكل كبير احنا اساسنا حاجة في حاجة احنا في خلال الاشهر اللي فاتت المعاملات اللي تم تنفيذها الترانساكش تم على العربيات فاقالي من السنة وصل لتنين مليون معاملة رقم كبير جدا ميتين وخمسين عربية عمينتين مليون معاملة هو اللي اتنين مليون بسم الله ماشاء الله احسابها لك كده احساب لك بس ميتين تلتمية جنيه في اتنين مليون لا ده كده جميل اوي هتجيبها عشان كده هتجيبها عربية بس انا عايز اقول لحضوطك حاجة الفكرة نفسها عجباني ومش بس عجباني انت قلت كلمة سر كده في الواسط قلتلي ومش لازم تتصل احنا بنبعث في مراكز معينة هل انتو تترصدوا مثلا ان المنطقة دي طلبت العربيات كتير طب خلي عربية واقفة على نصية الشارع فترة ده بيحصل فقا هل ده بيحصل بجد بشكل كبير جدا لان بنيجي مثلا بيبقى فيه ده انا اقول ساتك على حاجة بنيجي مثلا ساي مينة من المواني فيها ضغط وفيها محتاجين يتعمل خدمة زي التوكيلات يتم دفاع على طول تنهي الازمة فورا مطار قهيرة قد نحتاج الى ان يكون فيه انقاذ الوضع زي كده نبعث الازمة فورا مكتب توصيق عليه ضغط رهيب جدا وكبير ومش قادر يلاحق انه هتحصل مشكلة يتم دفاع بعربية تلي العربية واقفة برده بتخلص اه احد الاندية محتاج ان يكون فيه فيه تنصيق مع كافة اجهزة الدولة علشان نقدر نتعاون في هذا المجال ميزة المراكز المتنقلة بالنسبة لي ميزة كبيرة جدا اولا بتدي مرونة كبيرة جدا في التحرك بالاضافة ان المركز ده ممكن النهاردة يقدم خدمة التوكلات ممكن بكري يقدم خدمة احول مدنية بعد وقدم خدمة تلك ممكن يقدم اكتر من خدمة في نفس التوقيت اكتر من خدمة فيه تلات مكاتب جوه في المركز فممكن يقدم خدمتين تلاتة في نفس الوقت هنطلع فصل وحنرجع تاني بعد الفصل السؤال بتاعي طيب ايه بقى الخدمات اللي انتو حضفوها في الفترة اللي جاية وانت ازاي كمواطن تقدر تبدأ تستفيد من ده محدش فينا عايز يوقف طوبيل خلاص التكنولوجيا خلت خلقنا دايق وعايزين كل حاجة تتم بسرعة بعد الفصل في الحياة اليوم كنت عابب اتكلم مع بايفي العزيز الدكتور عشرف عبد الحفيز مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي أثناء الفصل وبصراحة انا هكلمكم بصراحة كده إعلامية جدا جدا كنت بكلمه عن حاجتين مهمين أوي وهو ان انت قدرت في لحظة ان المركز التكنولوجي ده اللي بيخشه المواطن هو واقفه قدام شباك واحد يعني ايه وانا اتفقت معاك قلتها لك هو ما بيضطرش يلف على موظف وموظف ولا بيصبح على الموظف ده ولا يصبح على ده وده حاجة انتم كنتم معتارفين بيها هل قدرتم تقللوا التعامل ما بين عدد من الأفراد والمواطن المصري بدرجة كبيرة في التطبيق التكنولوجي للخدمة؟ يعني هو طبعا استكمالا للحوار اللي دار بينه وبين سيادتك ان زي ما بقول حالك احنا كان الاساس عندنا تغيير ثقافة تقديم الخدمة مش بس ان انا بقدي خدمة بقول ان انا بقدي خدمة كويسة لا انا كان عندي اساس ان غير الثقافة الثقافة ان المواطن اللي جاي عندي في سواء في المركز المتنقل او في المركز السابت ان هو ما يتعاملش مع مقدم الخدمة لان هو مش هتعمل مع 20-30 واحد بيقدروا الخدمة هو بيتعمل مع موظف خدمة العملة وكان عندنا بقى نقطة مهمة جدا ان حتى موظف خدمة العملة ما يكونش موظف لا ده يعني عملنا شراكة مع القطاع الخاص أحد الجهات القطاع الخاص شاركوا معنا في أن هم يوفروننا مكاتب خدمة عملاء متضربين على أعلى مستوى تعليم يستوعب أنه هو إزاي يتعامل مع المواطن تدريب برضو بنفس الشكل فييجي المواطن مش كمال شباك لا أواقسه مكتب خدمة عملاء نمر واحد أنه هو بيقابل مكتب الاستقبال يوجهه أنت جاي عايز خدمة إيه الأوراق المطلوبة معاك مستكملة لا محتاجة حتى بطريقة أنه لو الورقة غير مستكملة حتى المواطن بيمشي بيحس أنه فيه اهتمام باللي جاي بيعمله يعني ما فيش تفوت علينا بك ما فيش لا خالص ما فيش صباح الخير يا باشا أخبارك شربت شاي ولا نشربك مظاهر العدالة أنه لما المواطن حتى بيأخذ الرقم الدور أنه هو يبدأ رحلته لطلاق الخدمة هو بيبع عنده إحساس أنه فيه عدالة في المكان اللي حترق الخدمة بيدخل على مكتب خدمة العملة خلاص بيبدأ أنه هو يشوف تم مراجعة الوراقات تاعته في الاستقبال يبدأ أنه هو من خلال التكنولوجي اللي موجودة قدام الموظف اللي قاعد أو الشخص اللي قاعد في مكتب خدمة العملة بيبدأ يسجل الطلبات بتتنفس تلقائيا كلها على التوازي تيجي للمواطن وبياخد حاجته وماشي بدون أي تعقيد في نفس اليوم أو في اليوم الثاني أنا مرة قابلت مواطن فبقول له أنت إيه قال لي أنا جاي بالرقم قلت له رقم إيه قال لي ما أنا خلصت مبارع قلت له خلصت إيه قال لي أنا خلصت مبارع وهم ما بعتهم بدل مركب المشوار وأنا سجلت معا على فكر يعني أنا الحلقة دي طلعت في الحياة اليوم قلت له يعني إيه قال لي الورق خلاص راح وخلصوه ورجعوه وقلوه يتيجي بالرقم ده الساعة كذا تستلم ورادك فأنا جاي استلم ورادك تمام ورح مخلصه كانت قطعت أرضه وحدوته وبيع وشيره وكل الكلام ده وخلصه وعرف أنه هو يخلصه هو بما لك بما لشك يعني إن أحيانا في بعض الخدمات تطلب مثلا معينة الموقع زي خدمات ترخيص البناء وليها مدة طبعا بتزيد عن يوم ده بحكم القانون لكن خلينا نتكلم على الخدمات اللي أنا رايح أنا عارف يعني لو توكيل مش هيستنى لتاليوم أنا حاقده طالما وانت واقف تصوير بطاقة رقم قامي النهاردة إحنا بنصور مثلا بالتعاون مع الأحوال المدنية البطاقة ممكن حركة تستلمها في خلال 30 ديئة ده ما كانش يبحث قبل كده يعني أنا روح عامل بطاقة في 30 ديئة 30 ديئة حركة بتقدر تحصل عليها الحقيقة الأحوال المدنية عملت تطور كبير لا يعني إنت حتخلينا أرجع عامل بطاقة من الأول بعد اللي شفته زمان الهدف أني أنا عايز أخلي رحلة المواطن لطلاق الخدمة تكون رحلة ممتعة وليست رحلة مرهقة هي بالتأكيد مش رحلة ممتعة ولكن هي رحلة أكثر سهولة ما تبقى شعب ما تكون شعب لا على المواطن ولا على الموظف لماذا دي خدمة كويس هنتقل بحالك بقى السؤال اللي أنا قلته أبما نطلع الفاصل هي الخدمات الأخرى اللي أنتوا بتخططوا أنكم تضيفوها هنا الحقيقة إحنا طبعا بدأنا بالتعاون مع وزارة العدل في تعديم خدمات التوكلات بدأنا مع وزارة الداخلية في تعديم خدمات الأحوال المدنية خدمات المرور خدمات الجوازات خدمات المرور إزاي يعني إنه ممكن يبقى فيه فحص العربية وتجديد رصة العربية يعني إيه فحص العربية إزاي يعني فحص العربية لازم يكون في المرور لا النهاردة بالتعاون معمول الحقيقة وده يعني حاجة من الإنجازات اللي أنا بعتبرها جميلة جدا وساعدت بنسبة كبيرة ان احنا عملنا فحص في العربيات المتنقلة وفي خدمات مصر نهضر احنا مطبق الخدمة يعني ايه؟ يعني انا ممكن اتصل بعربية متنقلة تيجي ايه تكشف على العربيتي؟ تكشف على العربية وطلع لك رخصة الملكية بتاعت العربية وده قائم حاليا بالتعاون مع الادارة يعني اجد الدخصية تحت البيت؟ يعني حاليا في اقرب مكان من البيت يعني ممكن تقولي تعالي مثلا في الميدان اللي جنبك في الحتة الفرانية اكشف على العربية وخلص لك الرخصة وتكشف تعمل الفحص كامل ورخصة تطلع وحراك وايف وما يضطرش حد بقى انزل بيها وقضي يوم افحص وكذا خالص وانت حراك وايف بتعمل في 15 دقيقة الحقيقة بتكون خلصت فحصه وتجديد رخص لك والدخلية مشتركة معاكو في الكلامة طبعا 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 ده شيء عبقري جدا ايه تاني؟ طبعا بقى احنا في خدمات تانية بدأت ان الجهات الحكومية تقدر تفهم يعني او تستعب معنا موضوع خدمات مصصة المتنقل احنا النهاردة بتتعاون مع الهيئة قوامية التأمينات الاجتماعية حنبدأ ندخل خدمات التأمينات دي من خدمات الحقيقة المواطن فيها عليها اقبال كبير خدمات السجل التجاري خدمات التنمية الصناعية بس التأمينات الاجتماعية الوحدها محتاجة هي النفسها تجيب 500 عربية يعني انا احاولها كحاجة احنا السنة دي بنهاية شهر 12 بيزنا حنصل لترثمية عربية لكن احنا عندنا هدف ان احنا السنة جاية نحاول نوفر الف عربية واللي بعدها الف احنا عايزين ان كل شارع وكل حي يكون فيه مجموعة خدمات النقلة احنا من انضمن الاستراج مش عايزين المواطن نروح مركز تاني ثابت يعني احنا عايزين المواطن تبقى الموضوع بالنسبة له ميسر بشكل كمير يا اما حينزل لأقرب مكان لبيته او ان رعبية هتجيب له حد البيت انا عارف ان الموضوع مش سهل لان احنا المساحة كبيرة التعداد السكاني كبير ومتناثر ومتناثر بالزبط انا ما بقدمش خدمة واحدة يعني انا بقدم العديد من الخدمات فالحقيقة بإذن الله احنا يعني خلال السنتين اللي جايين بنكون غطينا اكبر عدد ممكن انا لو قدرت احل الاخبال والكسافة بنسبة فوق ال 50-60% و70% حيكون احنا يعني قطعنا شوط كبير او ه ان شاء الله باذنالله هل صريح ان انتو قدمتو حوالي 200 مليون هو في خلايا 30 سنين بفاتوا في خدمات المحليات في حدود فوق 230 مليون معاملة Deshie 230 مليون معاملة في خدمات مراكز التكنولوجيا اللي احنا لسه يا دوب عرفنا عندها من سنتين ثلاثة 230 ود transf20 مليون معاملة بالصبط الحقيقة مش عايز عراك ان خدمات المحليات المراكز تكنولوجيا النهارده هي شاي للعب كله خاصة بخدمات المحليات يعني ده كده معناه ان الكلمة اللي اتقالت ان احنا بنسهل حياة الناس في حياة كريمة وفي القرص بالنسبة لي كلمة المحليات انه هو معادش مضطر يروح المحافظة معادش يروح مضطر يروح المركز ولا الحي ولا المركز هو بروح المركز تكنولوجي فاذا احنا بنتكلم احنا حللنا مشاكل الناس كتير جدا جدا لما تقولي 231 مليون يعني تقريبا انت بتكلم عن 75 مليون خدمة سنويا محليات اللي هي بره بقى القاهرة القبرة وبره اسكندرية وبره برسعيد انت بتكلم على مناطق 75 مليون ده رقم ضخم واقولي حركة على حاجة انه نسبة رضاء المواطن في تقديم الخدمة والاسلوب فاق التسعين في المية دي ارقام حقيقية انه فعلا تم استخصاء الرأي والنسبة فاقت التسعين في المية في مركز المحليات خدمات مصر فاقت الخمسة وتسعين في المية والسبعة وتسعين في المية لان الحقيقة احنا بنسعى الى ثقافة وتليير الثقافة وتليير الثقافة ويعني التحدي الاجبر الاستدامة طبعا ان شاء الله واحنا ماشينا على طريق ان احنا بنتوسع بشكل كبير اكبر عدد من الناس اللي ممكن تشتغل معانا بالسكيلز اللي احنا دايما بنحاب ان الموظف يتعامل بها مع المواطن في الاخر انا عايز المواطن يحصل على الخدمة بتاعته في الاخر يكون هو سعيد بهذه التجربة ويبقى محل اشهادة في تعامل الخدمة ان شاء الله دكتور عشر عبد الحفيز انا بشكح لك شكرا جزيلا مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحاول الرقمي بكون سعيد لما بتكون ضيفي في الحياة اليوم سعيد باستمرار المجهود كنا زمان نعمل حاجة ونفرح بيها قوي وبعد ثلاث ياما نلاقيهاش لما انت النهاردة انا ممكن دي تالب مقابلة مع بعض وكل مرة في جديد تدور وكل مرة في تطوير فانا بشكرك جدا على هذا الاستمرار بشكر كل زملاء حضرتك في الوزارة بشكر حضرتك